مصر عندنا يعني نقدر نستحمل لغاية آخر 22 الأمح عندنا مخزون كافي وعندنا نقدر نواجه المشكلة دي نتعشم أن الحرب دي يوصلوا لاتفاقات سريعة لإنهاء الصراع الدام بحيث ترجع الأمور مش هترجع لطبعاتها هتاخد وقت لكن نبتدي نكتهد ونمشي على الطريق أن نعالج الأزمة دي لأن نحن واجهنا من سنتين أزمة كورونا العالمية كانت جائحة كورونا وأثرت في العالم تأثير كبير ومصر قدرت بحكمة وسياسة اقتصادية ومالية على أعلى مستوى أن نحن نواجهها ونتعديها ونتعشم في الفترة القريبة بإذن الله الأزمة دي تعدي لأن إحنا يعني العالم جميعا متضرر متضرر جدا يعني متضرر يعني مش هيقدر يواجه الأزمة دي إلا الدول اللي يكون وقفة على أرضية صلبة وعندها شبكة نظام اجتماعي كويس عندها نسبة البطالة قليلة العمالة الحاجات دي كلها إحنا بنواجهها كدول نامية بنغاني من مغدلات بطالة بنغاني من مشاكل مالية بنغاني من مديونيات خارجية فلما بتيجي ضربة تبقى مجاعة لنا وإحنا لسه بننمو فبنبتدي بدل ما بنالتفت يعني مع النمو اللي بننمو نبتدي نتجه لأن إحنا كمان عاوزين نحارب الجوائح اللي جاية ترجمة نانسي قنقر